اشتركوا في القناة يعني انا سمعت ان انا لما اجيب لخطيبي ازازي بارفن اللي هو بيرفم وده غلط بنسيب بعض خلينا كده نقول الاول لحاجات الغلط كلها وبعد كده نرجع نقول لحاجات الصح طيب في الاول كده انا مبسوطة ان انا معاكوا طبعا احنا كنا وببقى مبسوطة ان خلاص بدأنا نفهم يعني ايه علم الطاقة وكنا بنعمل حاجات غلط كتير بدأنا نتنبه لها بدأ كتير اللي بيستخدموا علم الطاقة حياتهم تتصلح الحمد لله خليني قبل ما قلتك اللي دا يقولك ان ايه فكرتها عشان في ناس تقولي يعني ايه كل شيء في الكون ليه تردد معين يا اصبت ترددي معي يا بوز ترددي معي بمعنى انت مثلا بتقولي يا مها كل اللي اسمه امها هيرد عليك لكن هلأ انت ينفع تبقي عايزة دونيا تقولي يا مها يعني تقولي واحدة اسمها دونيا تنادي تقولي يا دونيا تقول مها ترد عليك ما بتشوكيش طاقتك معها هو دا التقاط التقاط الإيجابية ازاي كأن التقاط دي بابلس كده حواليكي وانت عمالة تستضيها انا باستضل الطاقة دي طاقة المال انا باستضل طاقة الصفر انا باستضل طاقة الزواج الارتباط ازاي توصل لها حلوة انا بقولها بطريقة مبسطة عشان نفهم ايه طاقة يعني ايه طاقة طيب انت قلت طاقة الهدايا ليه الرسول عليه السلام والسلام قال تهاد وتحبه فعلا الهدية بسبب وبدون سبب عشان كتير في العلاقات الزوجية اقول هاتوا هدايا لبعض من غير سبب مش لازم بقى ما تلاقي حتى تدخل عليك بهدية حتى من غير سبب بالعكس بتفرحك وبتزيد المحبة فعلا يعني طاقة الهدية نفسها كهدية عشان كده رسول عليه السلام قال تهاد وتحبه وده كلام طبعا متقال غير مرسل ده كلام مؤكد ايوا لما يتجي لي هدية انا بنبسط جدا ومش لازم فعلا ليها يا هتحس كده الواحدة بتتغير الواحدة كده بتفرح تحس انها مهمة ايوا لان اللي قدامك بيقولك انا فاكرك ايوا انا فاكرك مش مهم يا قيمة الهدية بالضبط كده المهم انا فاكرك انت في بالي طيب تعالوا بقى نخلي الموضوع يبقى حلو ليه الاخر ماينفعش اديك هدية وانا بحبك وتبقى زي الدبال قتلت ايه صاحبها ايوا يعني انا اديك هدية عشان تفرحي بيها وبعين تاني يوم نلاقي الدنيا ملع وعلاقاتنا بطبوز وبترتبك وبيحصل مشاكل لا طيب طاقة الماء توتر المية معروفة انها توتر اذا ما اديك حاجة سيلة بوطر العلاقة بيني وبينك هتلاقي بعد الهدية نبتدي بقى ايه الكلمة اتعديش يحصل اختلاقات مشاكل اتلكك لك ما انا خلاص ما انا هديتك التوتر يعني طاقة المية دي توتر توتر اول مرة اسمع ان طاقة المية دي توتر حلو البرفانات انا بهدهالك اذا انا بديك الله اشارة ان تعالي انا توتر العلاقة بيني انا جيت هديكي جيت اعملك حاجة كويسة رحت جيت اقدملك بيت الشاي رحت حطالك السكرية كلها شوية بحيبك قوي حطتلك كل السكر اللي عندي فانت بتعرفيش تشرب اه واحنا بنروح نختار بقى اغلق زازة بارفان ونفضل نختار المركة هو احسن بردو اه دي البرفانات بتجيب توتر في العلاقة وهي غالية اصلا فهي بلايها اساس هي البرفانات بقت غالية جدا دلوقتي فبلاش بارفانات فارس لا نشتريها احنا نشتريها لكن ما تغديهاش هداية يعني ما ندهاش هداية برضو اول هداية بتيجي في تماغنا احنا كستات في عيد جوازي او في عيد ميلاد جوزي او خطيبي الساعة الله عليكم اقول لها راح اجيب ساعة حلوة كده الله عليكم مركة كده غالية عشان يعرف انها دقعة الله عليكم ده الساعة دي طلقت نص الناس اللي عرفهم كلهم دي انفصال الساعة دي انفصال الساعة دي ترددها هو التوقيت هو الساعة هو سير الحياة حتى في البيت في طاقة المكان في البيت وجود الساعة مثلا فوق سرير قوضة نومك ده غلق جدا جدا خصوة المتزوجين ليها مكان معين ليها مكان معين برا غرف النوم في الصالة برا مفيش حاجة اسمها انا ما بدخل مكانة لقي حتى لو دخلت محل لقيت الساعة متوقفة انا بتجي لي حالة عصبية اروح راح فين القونر يا جمع لو سمحت ساعات اقول لك بس اجيب لك بطارية على حسابي والبطارية فاضية بايزة ارمية جدا تفضل شغال يعني انت يعني لو انا عندي ساعة في البيت وهي بايزة مش شغالة لا 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 دي تجيب طاقة سالبال انت موقفة حالك وبعيني رجعي ويقول لك ايه هو انا عندي تعطيل ليه هو انا حكتي ما بتمشيش ليه هو انت مدية لكون طاقة السبات انا وقفة في مكاني الساعة ملا تمشي والايام بتجري وانت لسا وقفة على الساعة 12 يوم واحد تسعة 2023 ولا 2021 خليكي حبيبتي في التقل برا دي ايه ده طب داي خليني بردو دماغي تشتغل اكتر ساعة الايد اه ساعة الايد اه طب انا ملبسها اكسسوا بصي تلاقيني على فكرة لاب حلقاتي نادر ان انا نلبس ساعة انا اه اساسا اه اساسا يعني انا لا الساعة دي يا جماعة حاجة كده يعني منحسس عليها بتوقف الحال بجبهاش دي انا فيه مركز تصوير شهير روحت يعني قلت له عشان خطري اللي هو كان عامل عرضة على ايه بقى سورة الزفاف ولا سورة عيد ميلادك في شكل برواز ساعة يا جماعة الناس تطلقت اطلقت وانفصلت بقيتها اقولولي طب نعمل ايه البرواز غيني السورة اقولولهم يا تشيلوا العقارب تشيلوا السورة يتخلها ساعة بس يتخلها سورة بس لكن ده انت حاطة التوقيت على سور انت بتعمل ايه طب انا كستة مثلا ممكن يبقى عندي علبة عالتسريحة فيها ساعات كتير قديمة حلوة دميلة قديمة ومش شغالة لا يعني الحجر خلاص مش شغالة لا شغاليها حبي لازم اه طبعا انا كلامك ده راتي اللي خلاني افتكر في الساعات اللي عالية يا شغاليها يا ايه تقفلي عليها اللي هو كائن مهمل بس انا ما بحبش كده اللي هي تقولك ساعات ساعة غالية يعني دايما في الشبكة تقول لي جاب لي ايه ساعة ده بقالو حرام عليكم انت بتنفصلوا من قبلوا ما ترتبطوا بلاش الساعات في الشبكة بلاش في الشبكة بلاش في الشبكة لا ساعة انت تروح تشيري لنفسك ساعة لنفسك لكن هذي لأ الساعة دي تعتني بيها جدا دايما شايفة انها شغالة دايما لا ما تترميش ما تتبهدلش ما تتحطش في وقت النوم لا الساعة دي نحسس عليها كبه طيب في مع الهدايا دايما واحنا كبنات نحب نجيب بوكي وردة حلم وجوا شوكولات او هو خطيب يلدقي داخل علي بواردة جوا شوكولات فبرضه ناسمعت ان الشوكولات مشكلة طبعا لانها احنا قلنا كل حاجة اللي هي اتردد الشوكولات دي من عنصر النار فعنصر النار الشوكولات من عنصر النار انظر النار بس الحلويات عمتا السكريات عمتا وهي السوكريات مضرة فأنا بقول يا جماعة لأ الشوكولاتة لأ خاصة ما نروح لمريد نجيب له الشوكولاتة ونجيب له ورد أنا في الصين لقيتهم حاجة جميلة جدا ولقيتها حاجة فعلا إحنا ليه ما فكرناش فيها ما بيدوا ورد البعض بيروح المشجل يجيبوا ورد في الطينة بتاعتهم حتى بسألهم بقولها ليه قالت لي ليه قدي ورد عند حد يموت ليه قدي طاقة النهاية ما هو هيدبل وينشف يموت حتى هناك ما تلاقيش واحدة صينية في بيتها ورد مجفف بتقول لي ليه ما أنا عندي الورد اللي زوه حياة طب ما دي طاقة الحياة فبصي وفكرت زي فهما هناك بيدوا هدايا الورد إيه في الشالية بتاعتها فبقيت حتى أنا بقيت عمل كده قلوهم ليه أديك ورد ومبالغ في سعره قوي وأشكال وألوان طب ما أنا أديك ورد طبيعي جميلة وتحطيها عندك في البلكونة وفيها حياة فعلا وفيها حياة وتفرحي وكل ما تشوفيها تعملي إيه تهاد وتحبو هتفتكريني بالزبط لكن دايما نقولون الهدايا المنتهية ده مش هدايا زكية يعني أنت شايفة أن الورد اللي بيتقدم في المناسبات ده مش كويس برضا لأ خالص لأن ده ورد قريدي خلاص بينتهي لأنه تقطف لأ روحي رايحة المريض هتيلو في الشالية هيخده هو ماشي فيها حياة فيها ورده هو ما يقوم كده يبصي يلاقي الورد ده جميلة بتحيي إنما تخيالي هو ماشي عمال يرمي ورد قديم يعني تلاقي كل اللي في المستشفيات تلاقي وانت ماشي كده البسكت مرمي فيه إيه ده هديتك ترمت طب إيه الهدايا التانية يعني إيه تاني اللي برضو بيجيب مشاكل غير إن أنا أجيب برفان غير إن أنا أجيب ساعة إيه تاني الحاجات اللي بتعمل مشاكل حاجات الحرارية كلها مش عايزة ولعات سجاير ولعات برضو بيقعدوا يجيبوا أشكال والبخور كل الحاجات اللي فيها حرارة يعني حتى ساعة مرة حد هداني فانوس عليه صورتي وقلتلو الفانوس بتحطي فيه شمعة وكان برضو فيه واحد فيه لايت برضو كارا بتقولوا فيش حاجة حرارية تحط عليها صور مفيش حاجة حرارية نتهادة بيها ببعض أنت كده بتبوز الدنيا طيب ما إحنا سعب بنعمل صورنا على الإزاز يعني برضو بيبقى طالع كده أن الصورة على لا صورة على إزاز أوكي لكن ما تبقاش حاجة حرارية آه ما تبقاش وراها نور وكده نور آه حاجة حرارية لأ طيب الحاجات بقى فيه حاجات تانية صعب إن أنا أجيبها كهدايا آه فيه الرموز والإشاء يعني ما فيش حاجة اسمها أجيب لك سلسلة مثلا عليها مقص شكل إبرة شكل سكينة حلقة هدايا السككين الحاجات الحد كويس إنتي فكرتيني آه أنا دايما كان بتلفتني السلسلة اللي عليها موس بسم الله ومشاء الله يعني بسم الله ومشاء الله عليك يا إيمان بسم الله ومشاء الله تتحزي إيه هداد تتحزي زي بالزبطة خلي بالك برضو الحاجات اللي بنعملها غلط الخرزة الزرقى والكف والحاجات دي هي بتلتقط الطاقات السلبية يعني أنا واحدة مثلا بتحسد فواحدة لابسة كف فهي عملة إيه العين الزرقى دي شد عليها عملة تلتقط فأنت كده كأنك سفنجة ماليتيها طاقات سلبية بسم الله ومشاء الله مش عبية شين كده اللي عنده الحاجات دي حتى دهب فضة أي حاجة فيها العين الزرقى والكده كل أسبوعين كده لازم تطهاريها عشان تطلعي منها تقوم تستقبل تاني يعني عملة تاخد مية ومالح بقى كده مية وارد بلاش مية ومالح مية وارد بتبقريها وبتقولي كرآن كده لكن الموس لا الموس طبعا لا طي فيه ناس تحب تلبس مفتاح لأن بعض برضو خبراء الطاقة يقولك المفتاح ده بيفتح الحياة المفتاح طبعا الانفنيتي وفيه ناس راح لابسالك قفل وتقولي الدنيا مقفولة معايا قولي لها انتيميديا شارعية قفل الله الكوم بيتعامل معنا زي أمان هقولك اه انا كان عندي قفل فعل لسه العامل فترة كانت حياتي مزدودة خالص شفتي هاتي المفتاح بقى هاتي المفتاح الكون بيتعامل معانا ازاي الدنيا بسيطة انت ممكن تستقتيبي كل حاجة انت عايزاها ده القانون الجذب اللي احنا بنقوله الكون منتظر مننا مش احنا اللي منتظرين منه يعني الكون مستني امان هتقول ايه انا عرفانة الله ده امان بتفتح بتفرح بالقرف اما عرفها اه سونيا بتقول مثلا ايه انا مبسوطة جدا الله انا انا واثقة ان انا هيجيني مش عارف ايه لا هي عايزة ده نفذوا بص الدنيا سهلة ازاي من افواهكم انت بتقولي ايه عشان كده تلاقي دايما الكلمة اللي غالبة على شعب تلاقيها دايما تجيله المكانه بيقوله تقبرني تقبرني القبر بقى كتير دايما يانهاري السود مفيش حكا اسمها كده حتى لو انت نزعكت تقولي يانها ربيض اعكسو طب انا شايفاك لابسة اسد لابسة اسد اه يعني انا معيني مش لماحة بس خدت باقي بقى من الاسد اول ما قيتلي ما تلبسوش كده تلبسوش كده في رد ضرب عيني كده اللي هو سوس يا ضرب عيني الاسد الاسد يرمز للقوة يعني دايما عندي طاقة الحيوانات وطاقة الطيور فمن ضمن الرموز والاشكال اللي بتديكي قوة بتديكي ظهور لازم انا بقولك انا بزبط نفسي من اللي يتوز لازم مفيش حاجة غلط انا اللون الاخضر بيدعمي فهتلاقي فسوسي خضر او الوان الاخضر دايما الحاجة اللي بتناسب طيب احنا لسه بنتكلم عن اسرار الهدايا ولسه بنتكلم عن اسرار الكون والطاقة ايه الحاجات اللي بتديني طاقة حلوة ايه الحاجات اللي بتخلي بيتي فيه طاقة حلوة ايه الحاجات اللي تخليني مستمرة مع في علاقتي بجوزي وعلاقتي العاطفية بخطيبي والدنيا حالوة وجميلة كده وهادية في حاجات إحنا اللي بنجلب الطاقة الشريرة الأرواح الشريرة زي نطرد الأرواح الشريرة دي من حياتنا نطلع فاصل ونرجع على طول خليكم معي الشرط اللي دي يعني لو حاجة أقول إيه لخالص بي تبقى مبسوط دي اللي دي نفسها حتى لو الشنطة في ودنا بيبقى مبسوط أي حاجة بسيطة خالص من الغاليين والناس اللي تحبيهم طبعاً هتقبل إيها إن شاء الله لو حتى وردة أو أي حاجة بسيطة خالص أكيد لو حاجة في دماغي هبقى فرحانة لكن عموماً أيه دي تفرح السيسة قدامي أدريكي حاجة جميلة لو قد تيه كبات شاي أجيب لك قدامها دي بسيطة ألاف جنيه مثلاً أحس أنه لازمها بعض فكر كتير واختر حاجة هو بحبها مثلاً عند ميلادها أقولي الشعر الجاي من الشعر الفتوة أنا بجيب لها دي لا بحب أخطرها باناية حب الحاجة اللي هو الشخصي يعني حبيبها أو بيحبها من حد مؤينه كدو مؤين أكثر من كده لا ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين إحنا كنا تكلمنا قبل الفاصل عن الهدايا السلبية الهدايا اللي ما ينفعش نجيبها البعض نهديها البعض الهدايا اللي بتجيب طاقة وحشة وبيجيب انفصال وطلاق وخراب طيب ما تيجي بقى نعرف الهدايا الحلوة طيب يا إيمان دلوقتي انت كلمتين عن كل الحاجات الوحشة تعالي بقى نشوف أجيب إيه هدايا تدي طاقة حلوة وحياة طيب خلينا الأول للبنات تجيب إيه وبعد كده رجالة يجيبوا إيه للبنات خليني أقولك إحنا برضو أنا عملت حاجة اسمها طاقة ستي اللي هي جداتنا كانوا بيستخدموا بيعملوا حاجات كتير قوي عفوية ولكنها سبحان الله هي علم الطاقة اللي أنا درستي ما فيش حاجة كانوا بيعملوها اللي هو ما تكنسيش بالليل ما تنظفيش بالليل طاقة اللي طيب خلينا الاول في الهدايا وأنا عرف ما روح لاحية تلك لا لأ أنا بقولك دليل مثلت كان الهدايا عندهم إيه ماكنش بيشيروا حاجات كان حاجة اسمها إيه النقطة النقطة اللي هي الأموال المال طاقة المال زياتنا تقولك النقطة النقطة بتيجي تنقطني في السبوع ليه بقى؟ لإن من أعظم الهدايا هي طاقة المال المال في الوقت خير وأقولك على تركاية كده كمان دايما ما تدي لمال حد المال أو تستلمي مال لازم يبقى مال جديد يعني ورق جديد إياكم والفلوس المقطع نحب المال الجديد حتى في العيد كنا نعز أول فلوس الجديدة لخمجة من البنك بصي بهجة إذن مبدئيا أول هداية أحترم جدا إتي أم اللي بوافع عليها تلاله علي فلوس جديدة فلوس جديدة الله أنت إتي أم محترمة أول هداية إيجابية من النمبروان عندي المال خلاص ما مش حابين مال أو ندي مال أصلا ما ينفعش الستة تدي فلوس للراجل يعني الراجل ماشي يدي فلوس ده لو طلع فلوس أصلا بس يعني الراجل يدي فلوس تمشي لكن أنا أجي أروح أدي الخطيب فلوس دمعت إيه أه طبعا دايما أنت هي اللي تستقبل طيب تعالين قول بقى هي عايزة تجيب المرأة تجيب إيه للرجل دلوقتي أنا أخد الأول الخطيب وبعدك أنا أخد يعني دلوقتي مخطوبة وعايزة أجيب إيدي الخطيب أه هتجيب له محفظة المحفظة حلوة جدا جدا في الهداية اللحزمة حلوة جدا جدا الأحزية ممنوعة ده لسه واحدة صاحبتي مخطوبة وجايباله وشوز وبتقول لي عيد ميلاده أخر الشهر وأنا جايباله وغالية اشتريت خلاص تحلها إزاي ترجحها بقى لا أنا بحل كل حاجة ما تدهيله بس تفهم وتقول أنا سمعتني دي في علم الطاقة كذا تاخد منه جني فضة جني ورأة أي حاجة تاخد منه كأنه بيشتريها يعني عادي لو هو وديها مثلا كاين ولا فلوس خلاص عادي دي حالة المشكلة بس هي كطاقة مش محبزة لا مش محبزة ما نجيبش أحزية خالص خالص لا هو ولا هي ولا تبنيه إيه فكرة الأحزين لك بصي الحزاء مرتبط طاقته بطاقة الأرض والسير والحركة حتى في الأحلام تغيير حال تغيير حال يعني حتى بنسريني مفصل الأحزية بكل حزاء بلونه وقالك تغيير حال فأنتي بتغياري الحال بتغياري بتغياري بتوحيب خطة تانية خالص بنا يثبت أحوالنا طيب يبقى محفزة كستة عايزة اشتري هدية اجيب محفزة لجوزي أو خطيب حزام حزام ملابس لبس عادي طعام عدق الشوكولاتات والحاجات السكرية ممنوع الحلويات والطورة خالص سبحان الله السكر مضر وفي علم الطاقة عندنا قالونا إن طاقة السكر دي من عنصر النار فهي مؤمن طيب أحيانا دلوقتي بنجيب حاجات برضو الرجالي بيبقى في حاجات زي كده حزازات دهب جميلة عادي بصبا طاقة الدهب للنساء بتزود طاقة الأنوسة الفضة للرجال بتزود طاقة الرجولة الزكورة فإنتي ما ست ما تلبسش فضة تلبس دهب والراجل يلبس فضة ما يلبس دهب إما الست بتلبس فضة طاقتها بتتحول من طاقة الأنوسة بتلقى بتسترجل وتلقى بتستقطب ليها تقولك أنا شايلة كل حاجة الوحدي يعني حتى لو متزوجة تقولك أنا كله علي لأنك ديت يخطي عنصر الرجل والمرأة فبتبقي اتنين ست بمئة رجل بسم الله ما شاء الله هتعمل كل حاجة والله حتى لو لابس دهب أنت مش غريبة برضو بتبقى ست بمئة رجل بس على اللي هنقلل شوية لا عشان طاقة بتديها طاقة الأنوسة طيب يعني بلاش دهب للرجالة نجيب فضة عايزة تجيب هداية تجيب هداية فضة جيبي له فضة جيبي له حززة زمانتي عايزة جيبي له أنسيال ده بيقوي جدا لو أنا عايزة جيب له حاجة للعربية فيه أنتكات عندي يعني ساعات في ناس تجيب سبح وتخطها في العربية لا سبح دي زي الساعة بالضبط دي عد فيها حاجة رقمية لأنها في عد هي سبتة برقم يعني سبحة لأ أخار هو يجيبها لا سبت ولا راجل ولا هو يجيبها لي عادي هو يجيبها لي عادي هو أنتو شتروها لنفسك لكن ما تهدوش بأحد آه يعني أنا اشتري لنفسي سبح لكن أنا ما هديش حد سبح والميداليات لأ أفصال اللي بتحطوا فيها صوركو أسمائكو والحاجات دي أنت عارف يقولك إيه أنا خليته زي الميدالية أنت بتقليلي من قدرك أو بتقليلي من قدره ما بتحطوا أسمائكو في الميداليات يعني بردو ميداليات آه أليات روح أعملات أسمائها صوحة تقولي كتبت عملت صوحة بالفضة وتتهاله هدية أقول لها أنت بتقليلي من قدرك هتلاقي نفسك بفترة كده ما بيحترم كيش قد كده موضوع مؤثر جدا أنتو لو خدت بالكو تعالي بقى في الأنتيكات لو أنت ندخل على هدايا أنا كنت عايز أدخل البيت بقى آه نوح على طاقة البيت طاقة البيت كده خلصت الهدايا ستاته رجال طاقة البيت هدايا البيت ولا طاقة البيت عمتان طاقة البيت طيب أنا سمعتك قبل كده بتتكلمي عن أن الباب باب الشهقة لازم يبقى في نحاس طبعا زي زمان كده رجعنا برضو طاقات زمان يا سوني وليلي بقى لأننا إحنا ما فيش في البيوت نحاس برضو لأن النحاس عشان كده زمان كانت بيوتهم هادية وكانت طلق قليل والمفصلات قليلة والدنيا لطيفة لأن كانت لازم العروسة بتتجاوز لازم في جهازها نحاس هون نحاس حلل نحاس وكان مقبض الباب بص الزكاء بقى كان مقبض الباب عارفة اللي كنا بنخبطه اللي هو الدايرة دي كنا نمسكه في ايدينا علشان تضيفه وجالك النحاس ده بيمتص كل الطاقات السلبية عشان كده اللي محسود أو معاملوس سحر أقوله البس حاجة فيها نحاس أو خلي جنبك نحاس نحاس شفتي بقى زمان كانوا آه شفتي كانت الدنيا لطيفة كانوا نصحين والله زمان حتى من فترة كده علمت طاقة طاله حاجات بريسلت كده بتتلبس في اليد نحاس بالزبط لأنه بيمتص ده بيمتص الجرسين بيمتص الطاقات السلبية حاجة هلسة جدا جدا بطلنا نعملها حتى كانت زمان تقولك بتقعد عندها فترة كده حاجة اسمها النحاس جنزر بتقعد نظافت بصي كل ده طاقات سلبية وسمون بصي يعيني متص ده فبتنظفه طيب قلت النوم إيه اللي المفروض يبقى فيها وإيه اللي مش المفروض يبقى فيها قلت النوم قلنا ما فيها الساعة ما فيها الساعة خلاص المرايات لازم نتعامل المرايات دي بالنسبة لي الميموري بتاعتنا بتخزن الطاقة بتخزن عشان كده الناس اللي بتعيط قدام المرايات تلاقي حياتها كئيبة من البداية للنهاية دايما ما تعمليش قدام المرايا غير الحاجة اللي نفسك تكتر عشان كده أقول لكو حطه في المحفظة أو عندك عالبة الدهب بتاعتك أو المال في البيت حطي حتة مرايا علشان إيه المرايا تتضاعف طيب المرايا بتمتص طاقات سلبية يعني أنت حتى مثلا إنتي ما بتتخنقش إنتي جزغر في قط النوم عشان أولادك ما يسمعوش والقودة كلها مرايات فالمرايا هتخزن إيه مهموري الطاقة فهتلاقيها على طول إيه على طول أبديت إنتي بتتخنقوا على طول نعمل إيه انتهارها آه زيبة انتهارها بالكحول كل كل لا وهتقدر يتعملي المجهود ده يا إما تغطيها إما يكون يعني نوية تتخنق يا إما تتهاريها لا أحسني فيه طاقات سلبية كتير أو فيه مشحنات كتير في البيت طب قوليلي انتهارها إزاي يعني أكيد دولة هم بيسألوا طب انتهر المرايا بخاخة بكحول ونظفها كلها بالطهري آه إنتي جده كأنك بتشيلي الميموري اللي جوا بترميها بر طب كويس أي برضو معلومة كويس في قط النوم كمان نحذر سرائر زمان برضو منطقة ستة كانت سرائر اللي رجليها طويلة ما كانتش فيه حاجة تحت آيو عشان سرائر البلاكارد دلوقتي اللي إحنا بنخليها بنخزن فيها بنخزن فيها دي كل دي كل دي انتي بيتنامي وانتي عمالة تقولك أنا كوابيس أنا عندي أرق أنا بنامش ما هنتي مش مفضيا يعني إحنا كمان الحياة بالنسبة لنا بقت إلكتريك قوي يعني الموبايل أنت عملت إسحابي طاقات كهربية بتنامي الموبايل جنبك الشرحين جنبك السراميك دلوقتي كان زمان البلاط ده كنا بنمشي حافين يمتص الطاقة كان يقولك خلي ابنك يمشي حافي على الأرض دلوقتي السراميك بقى فيه نسبة كيميك فلأ فأنتي لازم تفضي الكهرباء دي كلها فهقولك عودي على زرع عودي على انجيل عودي على لاطين عشان تفضي مش هتعملي ده كل يوم فتخيالي تعبي كل ده بقى ياريت يرجعوا السرير بتاعت زمان تاني حتى زمان كانت السرير في الأيام أمينة وسستاية فاكرة زمان كانت العواميط حتى نحاس والنموسية بصي النموسية دي عشان كده كنت زمان تلاقيهم إيه أسرارهم حرمة البيت بالزبط ما بقناش نسمع الكلمة دي بقى كله على المشاع بقى كله سمعنا كل عارفنا أسرار بيتنا أسرار قوضنا فالجيكور بتاعت زمان ده أو الطاقة بتاعت زمان دي كانت دفع وكانت مدفية بيتنا ومخليها العلاقات تستمر طيب يبقى رقم واحد المرايات لو ينفع نشير المرايات من قط النوم نشيلها معرفناش نشيلها لازم ننظفها بتحول كده كل أدي كل أسبوع مثلا لا لا يا ريت أقل أقل كل يومين ثلاثة يومين ثلاثة لو أني قدر نعمل كده يا إما نغطيها ما تبقاش المراية مواجهة للسرير خالص طيب السرير يعني فيه سرير كتير بيبقى في ظهر الحمام لا خالص خالص ممنوع ممنوع ما نبتع يعني تغيري وفيه بيبقى حمام جوة طبعا الماستر بيدرون ما كل البيوت كده دروا بنعمل يا إما برافان كده بحيث أن أنا أفصل الحمام عن القوضة يا إما مشاية حطها لازم تفصل في الأرض بس يتقطقط أكثر طاقة الحمام بقط النوم ده كل ده بزبط الطاقة طيب أوليك الدريسينجروم طبعا لازم ده الهدوم دي وتطبيقة الهدوم وتسليف الهدوم من قلبية طاقة عندي في الطاقة كل الإنسان اللي هدومه مرتبة هي والجهزة متحت مش فوق هي اللي طاقته عندي عالية جدا جدا طبعا الدريسينجروم لازم يبقى قوضة مش جوه القوضة لا قوضة ومقفول بابها عشان أحاول على قد مقدر أقفل الطاقة دي طب يعني عايزين نختم برضو نصيحة مهمة قوي كلنا مثلا ما نعرفهاش تحب تنصحينا بإيه وكل السادة مش هدين بتفرجوا عليك خليني أقولكو حاجة حلوة قوي تزود طاقتنا وتزود رزقنا وتزود البركة اطبخي الطعام وديه لفقير هتشوفي الفرق بين علبة الحلويات لأنك أنت بعملها تدي سقطة يعني الأكل المطبخ ده بيدي طاقة حلوة عشان كده دايما نقولك إطعام الطعام لا وليه زمان كانت البركة في بيودنا عشان الطبق الداير اللي كنت تعملي مجرد كان بابا يقولي الناس شمت ريحة الأكل اللي أنت عامناها لازم توزعيه والطبق تروحي يرجع لك تاني يعني أديها مثلا طبيخي ترجعولي مثلا بحاجة بكيكة كان زمان بقى علاقة علاقة الجيران ألفة وموادة ومحبة دلوقتي ليه تقطعت لأن الطبق ده ما بقاش موجود الأكل ما بقاش يلف علينا تاين ما بقاش موجود طيب ناخد شاور بمية ومالح ناخد شاور بمية ومالح بس أنا هقولك على حاجة يعني هو مية البحر أحسن يعني أنا دايما أقول مية البحر أفضل ومش كل الناس بينفع معاها المية والمالح مش كل الناس لأ أنا برضو كنت حسب كده حسب الأنصر يعني بشكرت جدا خبيرة الطاقة سونيا الحبال نورتين واستاذة سونيا وإن شاء الله لينا حلقات تانية في حاجة كتير عايزة أسأل عليها مالحظة أسأل عليها مشاهدينا يعني يمكن النهاردة أكتر حاجة كنت عايزة أعمل عليها أسباط وركز عليها وفن الهدايا وطاقة الهدايا طاقة الهدايا لأن إحنا كلنا مش فاهمين حاجة عن طاقة الهدايا أعتقد يا رب تكونوا واستفدتوا النهاردة البنت تجيب إيه؟ الست تجيب إيه الجزهة؟ إيه الحاجة اللي تديني طاقة خلينا نكمل ويفضل حبنا ده مستمر؟ لأن بعض الهدايا بتخلي فيه فركاشة وطلاق وانفصال شوفكم الحلقة الجيلة إن شاء الله هخير ودايما بكون معاكم إيمان مختار ويحكى أن على شاشة القناة الأولى شكرا اشتركوا في القناة